المورد الثامن والثلاثون ثم دخلت سنة 616 هجري أولا ذكر وفاة كيكاوس وملك كيقباذ أخيه قال في الكامل في التاريخ في هذه السنة توفي الملك الغالب عز الدين كيكاوس ابن كيخيشرو ابن قلج أرسلان صاحب قونية وأقصر وملطية وما بينهما من بلد الروم وكان قد جمع عساكره وحشده وسار إلى ملطية على قصد بلاد الملك الأشرف لقاعدة استقرت بينه وبين ناصر الدين صاحب آمد ومضفر الدين صاحب أربل وكانوا قد خطبوا له وضربوا اسمه على السكة في بلادهم واتفقوا على أي اتفقوا ضد ضد اتفقوا على الملك الأشرف وبدر الدين بالموصل بدر الدين دولو فسار كيكاوس إلى ملطية ليمنع الملك الأشرف بها عن المسير إلى الموصل نجدة لصاحبها بدر الدين حتى لا يذهب لنجدة صاحبها بدر الدين لعل مضفر الدين يقول لماذا فعل هذا ككاوس حتى يشغل الأشرف ويمنع من أن يصل الأشرف وعسكر الأشرف إلى الموصل يقول لعل مضفر الدين يبلغ من الموصل غرضا لعل مضفر الدين يسيطر على الموصل وكان قد علق به أي بككاوس السل فلما اشتد مرضه عاد عنها فتوفي وملك بعده أخوه كيقباذ وكان محبوسا قد حبسه أخوه كيكاوس لما أخذ البلاد منه وأشار عليه بعض أصحابه بقتله فلم يفعل فلما توفي لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغرهم فأخرج الجند كيقباذ وملكوه فلما ملك خالفه عمه صاحب أرزن الروم وخاف أيضا من الروم المجاورين لبلاده فأرسل إلى الملك الأشرف وصالحه لاحظ فقط إشارة هنا حتى نعرف الحالة النفسية التي فيها أبن الأثير لاحظ عندما تحدث هنا عن بلاد الروم عن تركيا عن السلاجقة بعيد عن الموصل والزنكيين الذين هو تحت سلطتهم والذين يهواهم تحدث لاحظ عن عدم صلاحية الصغير للملك وطرح هذه بصورة طبيعية لكنه عندما تحدث عن بدر الدين لؤلؤ وعن وصايته على الصغار على الصبي المريض الذي لا يعلم أنه حي أو ميت وعلى الطفل الصغير بثلاث سنين لم يتحدث عن عدم صلاحية الصغير للملك بل انتقد العم الزنكي الذي خرج من أجل المطالبة بالملك لاحظ هنا يقول فلما توفيه لم يخلف ولدا يصلح للملك لصغارهم فأخرج الجند كيقباذ وملكوه أخرجوه من السجن فملكوه يقول فلما ملك خالفه عمه وصاحبه أرزن الروم وخافه أيضا من الروم المجاورين لبلاده فرسل الملك الأشرف وصالحه ثانيا ذكروا موت صاحب سنجار وملك ابنه ثم قتل ابنه وملك أخيه قال وفي هذه السنة ثامن صفر توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن زنكي صاحب سنجار وكان عاجزا عن حفظ بلده مسلما للأمور إلى نوابه وكأن الموصل كانت تحكم من قبل الصبي أو من قبل الطفل وليس من قبل بدر الدين لألو ولما توفي ملك بعده ابنه عماد الدين شاهن شاه وركب الناس معه وبقي مالكا لسنجار عدة شهور وسار إلى تلعفار وهي له فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي ومعه جماعة فقتلوه وملك أخوه عمر بعده فبقي كذلك إلى أن سلم سنجار إلى الملك الأشرف ولما سلم سنجار أخذ عوضها الرقة ثم أخذت منه عن قريب وتوفي بعدها وتوفي بعد أخذها منه بقليل أقول سلطة وصراع وغدر وقتل وعلى الإسلام والأخلاق السلام ترجمة نانسي قنقر